الميكروسوفت اكسيل وزي ما احنا عرفين ان الامتساين يتكون من مجموع من الاونز اولا الامتساين هو احد حزم بنتامج المايكروسوفت اوفيس والمايكروسوفت اوفيس بحتوي على المايكروسوفت اكسيل الورد والباوربوينت بالغفة لبعض البرامج اخرى او بيسمى برامج الممكن استعادته ولكن الميكروسوفت اكسام بيتميز ان هو بيتكون من السيلز والسيلز دي ارجنايز على هيئة كولوم والكولومتو اغدى لترز بهذا الشكل والنمبر بتاع الكولومت دي هو سبريتشيت يعني بقدر اقول ان عندي رقم كبير جدا من الكولومتز اللي ممكن استخدمها بالاضافة ان السيلز دي موجودة كمان على هيئة روز وهنا اوصل لحد ممكن لكل مليون رو وبالتالي ان عندي سبريتشيت بهذا الشكل اقدر اوصل لعدد كبير جدا من الداتا اللي ممكن اعمل داتا انتري هنا على الاكسل ميزة الاكسل انه ممكن اعمل تايبينج ان او اقدر اعمل تايبينج انه لدي او الميكروسوفت اكسل كمان ممكن اعمل تايبينج انه لدي الموجودة عندي ممكن اكتب الـ data belong to parameter or variable اسمه كذا ممكن اعمل مجموعة من الـ calculations على Microsoft Excel ممكن كمان احول Microsoft Excel انه يعمللي مجموعة من الـ statistical analysis على الرغم ان هو مش متخصص في هذه النقطة المفروض بـ Microsoft Excel بعمل بـ data handling بعمل بـ description data بعمل بـ presentation لـ data على اية figures ولكن من الـ statistical analysis بضفها عن طريق الـ listed file options وبدخل من add instructions وهبدأ اضيف الـ analysis tool